حيان ومزالت جهود الدولة المصرية متواصلة لإعادة المصريين من السودان عبر المعابر البرية كمان الجسر الجوي القائم لنقل الرعاية المصريين بالسودان لمطار شرق قاهرة متنم لنا دلوقتي زمير رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية لينقل لنا جهود الدولة في إعادة المصريين من السودان برا وجوا كمان نسأله عن أهمية إعلان مصر إعادة تمركز بعثتها في الخرطوم كمان إطلاق الهلال الأحمر المصري مقر الثاني لمساعدة العائدين من السودان بمعبر قسطول مساء الخير عليك يا رامي يعني كلمة معك لو تطلانا على التفاصيل عرفنا أنه فيه كمان وصول دفعة جديدة من المصريين المقيمين في السودان مساء الخير جمانة مساء الخير على كل متابعي التسعة بالفعل يعني هذه التساؤلات تأتي في شكل أكثر من مشهد نحن بصدده الآن المشهد الأول الخاص باستمرار التوافد المصريين القادمين من المدن والأراضي السودانية إلى مصر والذي تجاوذ بحسب الكثير من البيانات 2600 من الوافدين نتحدث عن المصريين بحسب الكثير من البيانات خاصة بالإجلاء البري والإجلاء الجوي أما المشهد الذي نحن بصدده والأقبر والأقرب إلينا أيضا من ميناء أرقين البري هذا المشهد يستمر توافد عشرات الحفلات إلينا حتى ما يظهر من خلف الآن هذا المشهد الذي يعبر عن تجاوز هذه الحفلات إلى أكثر من 300 حفلة وهي السعة الخاصة بهذا المعبر والميناء أرقين البري لو تحدثنا أيضا عن هذه الحفلات التي خلال الأيام السابقة وتحديدا ثلاثة أيام السابقة حملت معها الكثير من الوافدين ليتجاوز الرقم 10 ألاف وافد نتحدث عن مصريين وسودنيين وأيضا من أصحاب الجنسيات الأخرى والرعاية من الدول الأجنبية ليتجاوز الرقم بالفعل 10 ألاف وأيضا هذا الرقم تخلل الكثير من المواقف والمساعدات وأيضا التسلات التي تقوم بها الدولة المصرية بالتنصيق مع وزارة الخارجية ووزارات الخارجية خاصة بالدول الشقيقة والأجنبية وغيرها هذا المشهد تخلله الكثير من المشاهد الإنسانية وهو المشهد الأكبر وأيضا الغالب على معبر أرقين البري الحدودي بين مصر والسودان في هذا المعبر نرى الكثير من المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري وكما تحدثت ويمكن سألت الهلال الأحمر يقدم مساعدات كبيرة تبدأ بالدعم النفسي وأيضا الدعم الأسري بالتواصل مع الأسر الوافدين في جميع الأماكن سواء في مصر أو خارج مصر أو في السودان وأيضا الدعم النفسي جراء هذه الاشتباكات التي حدثت وأيضا أتوا من خلالها إلى معبر أرقين بالإضافة إلى المساعدات الطبية الأساسية الكبيرة سواء لمن يحتاج في حالات حرجة أو أيضا الإسعافات الأولية وقيام أيضا الهلال الأحمر المصري بوجود أو إنشاء أو إقامة مركز إغاثي كبير لمساعدة هؤلاء القادمين إلى الأراضي المصرية هذا المشهد الإنساني بشكل كبير جدا تقوم به الدولة المصرية وأيضا هناك الكثير من التسلات والتعاون الكبير الخاص باستقدام هؤلاء المصريين وأيضا السودانيين وغيرهم ولو تحدثنا أيضا عن وجود من غير المصريين والسودانيين هناك وفود أخيرة قدمت إلى هذا الموقع وإلى هذا المعبر منها الوفود الخاصة بدولة جنوب إفريقيا هي آخر الوفود والأفواج التي قادمت من الدول غير السودان أو مصر ونحن نتحدث عن المشهد الأكبر هنا من خلال التنصيق والمتابعة وجهود الدولة المصرية المتمثلة في الكثير من الوزرات والأجهزة والمؤسسات مع القنصرية المصرية بالخرطوم وأيضا الصفارة المصرية بالخرطوم والقنصرية الأخرى أيضا في مدينة وادي حلفة التي تبعد من 50 إلى 60 كيلو متر من هذا الموقع الذي يتواجد به الآن في معبر أرقين البري لو تحدثنا أيضا عن أعداد المصريين في العاصمة السودانية الخرطوم بحسب الكثير من البيانات ومنها وزارة الهجرة هناك أكثر من 10 ألاف مصري متواجد في العاصمة السودانية الخرطوم منهم 5 ألاف من الطلاب المصريين الذين يدرسون في هذه المدينة وأيضا هم المشهد الغالب على الحضور والقادمين من الأراضي السودانية هم من الطلاب المصريين هناك هذا هو المشهد بشكل كبير من التنصيق وأيضا من استمرار توافد الحافلات على معبر أرقين وأيضا الأعداد التي تجاوزت 10 ألاف من الحاضرين سواء من المصريين السودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى ورعاية الدول الأجنبية التنصيق مع السلطات المصرية والسودانية هذا هو المشهد هنا عودة لك مرة أخرى طبعا زميل رامي محمد برسل التلفزيون المصري بشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من معبر أرقين البري نحمد الله على وصولهم بألف سلامة ونتمنى السلامة طبعا للجميع وأتمنى أن يسود السودان الهدوء والاستقرار في القريب العاجل ترجمة نانسي قنقر